أنا النهاردة ساعدتي بالغة إلى أبعد الحدود الله يخليه فيه وأنا فعلاً نالني عظيم الشرف وأنا هعمل زي الأجيال اللي كانت أكبر مني هفضل متعلق بالجيل الأكبر أطلب صدقته وأطلب أن أتعلم علاق دي فاسمح لي دايماً يا سيس فاروق أنا من وقت للتانية بأزعج حضرتك بمقابلة واجي كده أقعد مجرد ألتمس السمع عليه سائل لا أنا ساعدت بيك وسعيد أنا بقالي عشر سنين ما طلعتش عندكو على فكرة إينا الله دل على كده حظي حلو بزيادة عشر سنين دل على كده حظي حلو بزيادة أنا أقولك هم عشر سنين بالزبط فيعني أنا سعيد إن أنا كنت معاك وأنا بتابعك على طول يا بختي والحقيقة أنا معجب قوي بتجربة التلفزيون المصري مسبيرو شايف فيه تخدم كبير جداً التطوير اللي حصلت في كل عظيم بصراحة يا ما كنت بدافع عن مسبيرو وأنا أعده في مجلس الأمنة آآ زمان آآ لأن أنا شايف إن ده تلفزيون مصر اللي يجب إن إحنا ندعمه ونحرص عليه ونديله كل فرص الانطلاق والنجاح وأنا شايف إن فيه الحقيقة خطوات كتيرة مبشر ده صوتنا وصورتنا ووجداننا فيعني يا مياسر الحال أنا عايز أشكر حضرتك مرة كمان إن شاء الله أو عشرات المرات أفضل أشكر حضرتك ولا نوفيك حقك كل الشكر ليك يا أستيس فاروق أنا أتشرفت واتنورت وهنعمل إيه بقى ما هو فعلا فعلا كل ما هو جميل بيخلص بسرعة أوي زيادة عند النزوم لكن أدي حال الدنيا